السلام عليكم ورحمة الله اليوم هنراجع السؤال الاجبالي في النصوص للصف الثاني الاعدادي وبعد قطع النحو النص الاول اللي عندنا ان شاء الله هو نص نصائح غالية والنص عبارة عن ايات من سورة لقمان ولقمان انسان ربنا اتاه الحكمة ويقال انه كان من اهل السودان يعني اسمر البشرة وده يدل على ان لا فرق بين عربي واعجمي ابيض واسود في الاسلام العمل والتقوى هو اللي بيميز الانسان عن الانسان الاخر النص عبارة عن نصائح كل اب حكيم لازم يقولها لابنه اي اب بيحب ابنه لازم يحفظه الايات دي وينصحه بايزين الايات والوصاية دي تجعل للانسان السيادة والمكانة العالية في الدنيا وفي الاخر علشان كده كان النص في وقت من الاوقات لي اسم تاني وهو كيف تسود بين الناس يعني كيف يكون لك السيادة والعلو بين الناس والمكانة الطيبة سيدنا لقمان في هذا النص بيقدم نصائح لابنه لكنه في الاية الاورانية بيقدم له اهم نصيحة ممكن تتقال لأي انسان ان الله يرى كل اعمالك صغيرة او كبيرة وكلنا عارفين قصة الرجل اللي كان عنده سلاسة من الابناء اعطى لكل ابن دجاجة وقال له يا ريت تتبحى في مكان لا يراك احد فيه الابن الاولاني طلع فوق الجبل وسط السحاب وما شافش حاجة ودبح الدجاجة زي ما ابوما قال له الابن التاني نزل في منجم والدنيا ظلام ودبح الدجاجة زي ما ابوما قال له لكن لما جم لولدهم لقوا اخوهم التالت مدبحش الدجاجة صخروا منهم لكن لما وقفوا امام ابيهم الاخ التالت قال لهم انا ذهبت لكل مكان انتوا ذهبتونه لكني وجدت الله يراني في كل مكان ربنا شايفك النهاردة انت خايف من مدرس ولا من بابا ولا من الزابط علشان هو شايفك لا احنا كمان لازم نخاف من ربنا لانه شايفنا على طول وهو تابعنا على طول نحبه ونخاف منه ونطيع اوامره نبدأ بالايات قال تعالى يا بني سيدنا لقمان بينادي على ابن يا بني انها انتكو مسقالة حبة من خردن فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير اول سؤال اختيار من المتعدد تصغير كلمة بني يدل على ايه يا ترى لما اب بينادي ابنه علشان ينصحه يبقى هل ده قوة ولا حنان ولا سيطرة اه انا سامعك ده خايف عليه بيحبه يبقى قرب حاجة عندنا تبقى كلمة الحنان الله يفتح عليكم الضمير في كلمة انها يعود على الدنيا الاخرى الاعمال ايوة واحنا بنشرح قلنا ان لقمان حب يوضح لابنه ان كل اعماله ربنا متطلع عليها يبقى الاجابة تبقى الاعمال المراد بقوله يأتي بها اه وخلي بالي ان يأتي بها دي جواب للشرط انتكم سقالة حبة ربنا يأتي بها يبقى المراد بيأتي بها يعني ايه يعلمها ولا يجهلها ولا يرفحها كلنا حتى من غير من ذاك عارفين ان ربنا يعلم كل صغيرة وكبيرة يبقى الاجابة تبقى يعلمها السؤال رقم به له غالبا بيبقى عايز شرح في الاية الكريمة ما يدل على علم الله الواسع طبعا يبقى من خلال السؤال اجاوب عن طريق الشرح يبقى اقول له في الاية الكريمة ما يدل على علم الله الواسع لان الله يعلم كل شيء حتى ولو كان في وزن حبة صغيرة من الخرط وان العمل ربنا مطلع عليه ويعلمه حتى وان كان في صخرة في الارض او في السماوات لان الله هو اللطيف والخبير يبقى سؤال بيه عايز شرح الايات من خلال السؤال واجبت السؤال السؤال جيم اللي هو غالبا بيبقى طالب مظاهر جمال اول سؤال وصف حبة من خردل ليه ربنا سبحانه وتعالى قال حبة من خردل الحبة من خردل ليه يدل على صغرها ودقتها وعلى علم الله الواسع لكل شيء نفس الكلام لما قال في صخرة في صخرة يدل على ان ربنا يأتي باي شيء حتى لو كان مختفي وبعيد رقم اتنين ذكر كلمتاي او ذكر كلمتاي لطيف وخبير على هذه الصيغة ان شاء الله السنة الجاية هنعرف ان كلمة لطيف خبير عليم رحيم كل دي صياغ مبلغة بتدل على قصرة الشيء يبقى لما ربنا قال لطيف يوحي بكمال لطف الله تعالى ومعرفته بدقائق الامور خبير توحي بسعة علم الله تعالى رحيم توحي برحمة الله الذي وسعت كل شيء دال السؤال ده بيبقى تسميع ممكن يجي تسميع من نص ده او من نص تاني نصح لقمان يبقى عزيم من نص ده ابنه باقامة الصلاة في وقتها والامر المعروف والنهي عن المنقر والصبر على الشداء يبقى ده عايز الاية الا اخيرها الصبر على الشداء يبقى الاية بتقول ايه الاية بتقول يا ابو نهي اقم الصلاة واقمر بالمعروف وانهي عن المنقر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الانور صدق الله العظيم ننتقل لسؤال تاني في نفس النص قال تعالى ولا تسعر خدقة للناس يبقى بعد لقمان ما قال لابنه ان ربنا سبحانه متطلع على كل اعمالك بعد كده بيدي له نصائح من ضمن النصائح ولا تسعر خدقة للناس والناس كتيرا بتسأل لا يا طرى دي لا ناهية ولا لا ناهية لا ناهية اللي بتؤمرني بعدم فعل الشيء لا اللي معناها اوعى يبقى دي لا ناهية ما لهاش شرط بالته ولا بليه ابدا يعني لا يجذب الانسان ولا تجذب البنت دي لا بعدها ايه وبعدها تيه مع ذلك دي لا ناهية بتقول ده ما حصلش لكن لا تجذب اوعى تجذب اه دي لا ناهية يبقى ولا تسعر خدقة للناس ولا تمشي في الارض مرحن ان الله لا يحبك كل مختلف فخور يبقى نصحتين بنفس المعنى لان كتير قوي بننسى نفسنا لما بنفرح ونتعالى على الاخرين لك ربنا ما يحبش حد يا تعالى على حد علشان ما يبقاش في ضغينا ما بين القلوب بين البشر تعالوا نشوفوا الاجابات مراضف او الاسئلة مراضف كلمات تسعر ولا تسعر خدقة للناس ولا تغجل خدقة للناس ولا تتواضع خدقة للناس ولا تتكبر خدقة للناس يبقى حلاقين تسعر اقرب كلمة للمعنى هي تتكبر يبقى تسعر يعني تتكبر مضاد مرح المرح في الاية مش معنى الفرح يعني عكس الحزن لا المعنى هنا المرح يعني التكبر والتعالي على الاخرين يبقى مضاد المرح برافو عليك والتواضع برافو عليكم يبقى مرحا عكسها تواضعا جمع الارض الارض بتجمع جامعة مذكر سالي اردون واردين لكن لها كمان جامعة تكسير وهكلمة الاراضي اه انا سامعك بتقول لما تلاقيك لهما صاب بتبقى الاتنين صح لا مش شرط حبيبي هنا جامعة الارض الاراضي من الناصح ولي من يوجه نصائحه الناصح او المناد في الاية هو سيدنا لقمان ويوجه نصائحه او المناد عليه في الاية هو ابنه والناصح هو لقمان وابنه هو الذي يوجه اليه النصائح ما نوع الاستود في قوله ولا تسعر خدك الناس اه اتكلمنا لا دي اني لا دي لانه هي مرافو عليكم لانه هي يبقى ده اسلوب ناه يفيد النصح والتحذير من الكبر والغرض منه التحذير من الكبر اعتدل في المش واخفض الصوت اكتب مما حفظت ما يفيد هذا المعنى يبقى عايز الاية اللي اخيرها اخفض الصوت يبقى الاية بتقول ايه بسرناه مرحيم واقصد في مشيك واغضد من صوتك النص انقر الاصوات لصوت الحميد صدق الله العصر ننتقل لنص تاني النص التاني هو نص من اجل مصر والنص حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم وهو معجزة من معجزات النبوة لان النص بيكشف للغيبيات والمستقبل وده او الكشف للغيبيات والمستقبل موجود كتير اوي في القرآن وفي الحديث الشريف رسول صلى الله عليه وسلم مات سنة 11 هجريا تقريبا وفتح مصر على يد عم العاص كانت سنة 17 هجريا يعني بعد وفاته وفات رسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 6 سنين لكن الرسول لان ربنا اطلعه على حاجات كتيرة احنا ما نعرفهاش وعلى غيبيات كتيرة الرسول بشرنا بفتح ارض يذكر فيها الكرات وطلب من المسلمين ان يستوصوا باهلها خيرا لان لهم زمة ورحمة الرسول بدأ الحديث بانكم اسلوم مؤكد بان وستفتحون السين تدل على تأكيد حدوث هذا الحدث وان طال الزمن وان ستفتحون للمستقبل القريب ارضا ارضا جاءت كلمة نكرت عظيم وانت درست كمان في النحو ان الجمل بعد النكرات صفات فالرسول قال ارضا ووصفها وصفها بنعة جملة ايه صفات هذه الارض ان يذكر فيها الكرات يذكر فيها يعني يردد فيها الكرات يذكر فيها يتقال فيها كلمة الكرات وكلمة الكرات هي وحدة للقياس يا بنقيس بيها الدهب والجواهر اول دهب 22 ارات 21 ارات 24 ارات يئما بتقاس بيها الارض البعض بيقول ان الارض ده عملة انا معرفش هل ده صحيح ولا لا لكن المعروف عندي ان الارض هو وحدة للقياس بنقيس بيها الارض الفدانة 24 ارات او بنقيس بيها الجواهر وبنقيس بيها الدهب وبيأكد او بينصح او بيطلب او بيؤمر عمر غرض والالزام فاستوسو يوصينا او يوصي رسول الله سلم الخلافاء والمسلمين باهل هذه الارض بالخير لان ليهم علاقة بالمسلمين علاقة زمة وعلاقة رحمة الزمة يعني الحق والواجب والرحم يعني القراب نشوف كده الاسئلة اللي قدامنا بتقول ايه المراد بستفتحونا هل ستفتحونا هنا يعني تملكون ولا تحاربون ولا تمهدون الفتح الاسلامي يبقى هنا معناها ستملكون الرحم يعني القراب والصلة وجمع الرحم يبقى ايه جمع الرحم ايوه برافو عليكم ارحام جملة صلى الله عليه وسلم جملة صلى الله عليه وسلم جملة رضي الله عنه وارضاه دي كلها جمل ايه مفاش سؤال يبقى مش استفهمية اه هي صحيح جملة اعتراضية اه هي جملة اعتراضية لكنها في الاصل جاءت جملة للدعاء هي جملة صلى الله عليه وسلم هي جملة اه صحيح اعتراضية لكنها اصلا هي اعتراضية للدعاء فيبقى هنا الانسب ان انا اقول جملة اراضها الدعاء من الذين خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وبما اخبرهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيخاطب الصحابة اللي كانوا موجودين وكل المسلمين اللي جايين بعديهم وبينفذوا أوامل رسول صلى الله عليه وسلم وبما أخبرهم أخبرهم بمعجزة وهي فتح مصر أو فتح مصر لأن مصر بنقسر المين وأوصاهم بحسن معاملة أهل هذه البلد لماذا كانت لمصر مكانة عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هو الرسول أجاب على هذا الكلام في الحديث ذات نفسه قال لأن لها زمة ورحمة الزمة يعني العهد والأمانة والكفالة لأن أهل مصر كان يسكنها أهل الكتاب من إخواتنا المسيحيين أو حتى كان اليهود في ذلك الوقت كان في بعض يهود موجودين في مصر فأهل الزمة حق المسلم أنه يحافظ عليهم ويأمنهم في مالهم وما يدرهمش في أي حاجة والرحم لأن في قرابة ستين هاجر زوجة سيدنا إبراهيم النبي عليه السلام أنجبت له نبي الله إسماعيل اللي هو جد من جدود العرب فالمصريين أخوال العرب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجب إلا من السيدة خديجة ومن السيدة مارية القبطية اللي هي مصرية وكويس قوي أنه نقول إن كلمة قبط يعني مصري وإحنا مسلمين أقباط وإخواتنا المسيحيين مسيحيين أقباط أهل مصر جنسهم قبط ومن هنا جات كلمة إيجيبت إيجيبت يعني قبط والله اللي علمني الكلام ده الله يمسيب الخير أستاذ عزة الجندي ودرس التاريخ وكان مسيحي علمني إن الأقباط هم أهل مصر مسلمين ومسيحيين لما جاء عامل بن عاص لقى الأقباط دولة منهم وسنيين دخلوا في الإسلام فأصبحوا قبط مسلم ومنهم أقباط مسيحيين في ناس دخلوا في الإسلام وفي ناس ظلوا على مسيحيتهم إلى اليوم فإذن الأقباط ده جنس مصر من هنا جات كلمة إيجيبت اللي هي معناها إيجيبت في اللغات الأجنبية كلها من الأصل بتاعنا أكمل فإن لهم زمة ورحمة علاقتها بما قبلها العلاقة يعني تعليل يعني نتيجة يعني تفصيل بعد إجمال فلما بلاقي فإن غالبا هذا الكلام بعد فإن بيبقى تعليل للأجنب يبقى الرسول قال استوصوا بأهلها خيرا ليه؟ علشان ليه؟ التعليل لأن لهم زمة ورحمة ستفتحون السين بتدل على إيه؟ أيوا برافو عليكم إحنا قلناها بتدل على المستقبل القريب وتأكيد حدوث هذا الحدث واخد بالي إن الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد واستحضار الصورة في الزهر النص الثالث الإجباري هو نص ذكريات أكتوبر النص للأديب نجيب محفوظ اللي تولد في حي الجمالية بالقاهرة أنا سامعكم الجمالية دي عدت عليكم قبل كده الجمالية دي منطقة أو قرية موجودة في البحر الصغير اللي كانت فيها موقع أو حرب ما بين حسن طبار وبين الفرنسوين ده مكان تاني لكن الجمالية اللي بنتكلم عليها اللي تولد فيها نجيب محفوظ ده حي في القاهرة جنب سيدنا الحسين اسمه حي الجمالية نجيب محفوظ حصل على صنص الأداء بقسم فلسفة وطبعا حصل على جائزة نوبلو دي من أعظم الجوائز اللي موجودها في العالم كله في مجال الأداء وتوفى سنة 2006 وليه أكتر من خمسين دولي نجيب محفوظ بيكتب هنا مش قصة بيكتب مقال عن نصر عظيم أحرازاته مصر وأعادت لنفسها وللعرب كلهم العزة والقرامة بعد ما قدرنا ننتصر على اليهود ونتبرهم وإحنا منتصرين أن هم يقضعوا للسلام اللي احنا فرضناه على منطقة نتيجة نصرنا طبعا احنا تهزمنا في 67 لو كنا طلبنا منهم سلام وهم منتصرين ما كنوش حيوافقوا لكن لما انتصرنا في 73 فرضنا عليهم السلام اللي احنا عايزينه من مبدأ القوة والعزة والقرام لذلك النص ده كله فيه تشبيهات نجيب محفوظ بشابة 6 أكتوبر بحاجات جميلة جدا حصلت للمصريين فبيقول ايه استوى اليوم أصبح اليوم استوى اليوم اللي هو يوم ايه اللي هو يوم 6 أكتوبر بإنجازه عيد طبعا لحد النهاردة حلم نحتفل بيه وأولادنا حيفضلوا يحتفلوا بيه عيدا من الأعياد وتراصا من الأمجاد من حق اننا أفخر بمصانعوا أجدادي وأهلي اللي سابقونه ورمز الإرادة والشجاعة والنظام وبقوته فتحة نوافذ بقوة نصر أكتوبر فتحة نوافذ معابر جديدة تتضفق منها العزة من جديد طب هي العزة بتتضفق خلي بالا كنت بتقرأ المية هي اللي بتتضفق فلما الكاتب يقول العزة تتضفق آيبا هنا فيه تصوير تصوير للعزة لماء اللي بتتضفق تعالوا نقرأ كده مراضف رمزا أصبح هذا اليوم رمزا يعني إيه كلمة رمز هل هو علاقة ولا علامة ولا إيه بالزبط رمز يعني أيوة علامة أصبح هذا اليوم رمزا رمزا يعني علامة وإشارة وجمعها رمو مفرد الأمجاد الأمجاد مفردها إيه المجد طب يعني إيه الأمجاد الشرف المكان تمام السؤال رقم بيه اللي احنا تقوله غالبا بيبقى شرح ماذا يمثل يوم السادس من أكتوبر المصرين هو قال في النصة هو يمثل يوم السادس من أكتوبر يمثل إيه يمثل عيدا من الأعياد تراصا من الأمجاد رمزا للإرادة بس أنا هعمل إيه بقى هشرح الكلام ده الكلام ده هشرحه يبقى أصبح يوم السادس من أكتوبر عيدا لكل مصر ومراسا نارسه من الأمجاد وإشارة لإرادتنا وعزمنا وشجاعتنا إيه أصروا أصروا أعادة لمصر العزة والقرامة بل أعادة للعرب كلهم العزة والقرامة وكانت نتيجته عودة أراضي مصر كاملة إليها ما الجمال في قوله تراصا من الأمجاد إيه الجمال في هذا الكلام ها هو ستة أكتوبر حاجة مادية ورس يعني لا مش ورس وهنا شابه ستة أكتوبر بإنه إيه مراسا مادي شابه نصر أكتوبر بأنه مراس مادي ورس علاقة لتتدفق اتكلمنا قبل كده قلنا الجمل علاقتها يا تعليل يا نتيجة طب اللام دي لام إيه اللام دي لام التعليل يبع علاقة الجملة دي بما قبلها إيه تعليل لما قبلها تعالوا ننتقل السؤال الثاني إنه يوم السادس من أكتوبر ثمرة تشبيه جميل جدا 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 وبصوا دقة نجيب محفوظ إنه اختار الثمرة شمعنا الثمرة لأن السمرة دي نتاج تعب الشجرة طول السنين عشان في الآخر تديك سمرة حلوة تكلها إنه نتاج سمرة تصميم شعبه وإصراره على الحياة الكريمة وتضحية جنود مواسل قدموا أرواحهم هو الروح تقدم ده هنا تصوير برضو شاب الروح بأنه شيء سمين يقدم بغير حساب في داءة الوطن وتدبير رجال حملوا الأمانة بالياقة وجدارة وجلال طبعا أي نصر بيتحقق مش ولد لحظة النصر بيتحقق ولد مجهود ناس كتير ناس عبر السنين يعني مصر استطاعت إنه تتحرر من الإنجليز مش عشان صورت يوليو هي اللي جات لا ده كان فيه صورات قبل كده ما هدت ما هدت ما هدت ثم جاءت الخاتمة صورت يوليو قضت على هذا الشر نفس الكلام انت صار 6 أكتوبر مش من نصر أكتوبر بس ده كان فيه هزيمة وهزيمة وهزيمة وممكن يكون كمان فيه نصر لحد ما قدرنا نوصل لهذا النصر مراد في جدارة يا ترى يعني ايه معنى كلمة جدارة هل يستحقاك ولا جلالة ولا جمال آه أنا سمعك جدارة إنسان يستحق هذا الشيء جدير به يبقى جدارة يعني استحقاك مضاد بواسل البواسل جمع كلمة باسل وباسل ممكن يبقى بنقولها كده معناها عدب لكن باسل يعني شجاع ومضاد الشجعان ايه بقى ايه بقى مضاد الشجعان الجبناء تمام مفرد أرواح روح برافو عليك السؤال رقم بيه اللي هو شرح زي ما احنا ما تعودنا تشير الفقرة إلى أسباب نصر اكتوبر طبعا أسباب نصر اكتوبر في الفقرة هو ايه تصميم الشعب الله يفتح عليكم إسراره على الحياة جميل تضحية جنودنا اللي ماتوا في الحرب واللي ماتوا قابليهم كما وبعدين الرجالة اللي قعدوا خططو وعملوا خطة الحرب وحملوا الأمانة يعني لما توقف كده قدام خطة ستة اكتوبر وتلاقي ان احنا قدامن خط برليف خط برليف ده كان كزا عقبة في بعضيها ازاي تفكر تعدي المية ولما تعدي المية ازاي تفكر تعدي جبال الرملة ولما تفكر تعدي جبال الرملة ازاي تتعدي الاسلاك الشائكة والالغاب واه 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 احنا عدنا نفكرنا في كل حاجة واحدة 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 لحد ما استطعنا ان احنا نعدي هذا الخط صمر التصميم شعب ايه الجمال في قوله صمر التصميم شعب طبعا قلناها قلنا انه شبه الايه شبه التصميم او شبه ارادة وانتصارنا بانه صمرة ليدل على مدى الجهد والعطاء في المعركة جنودنا يبزلون ارواحهم في كل يوم من اجل الوطن فما واجبنا نحوهم طبعا ده سؤال انت اللي تجاوبه باحساسك لناس عايشوك في العزة وفي القرامة فتقدر تقول ايه انك تبزل ايه من اجل بلدك عشان تفضل عالية زي ما اجدادك وزي ما والدك سبهالك انك تاخد الورث ده وتحافظ عليه كده يبقى ان راجعنا يعني على قد ما نقدر النصوص الاكبار نحلصنا اسئلة النصوص الاكباري نبدأ مع بعض نشتغل في النحو قطعة قدامنا بتقول الوحدة الوطنية بين طواقف الشعب امر كلمة امر دي عشان نقريبها لازم نحدد الكلمة دي اسم ولا فعل ولا حرف كلمة امر دي اسم جميل هل هي من التوابع هل هي نعت او توكيد او اسم عطوف لا يبقى نشوف اول الجملة بتاعت امر دي يا ترى اول الجملة فين حلاقي اول الجملة الوحدة الوطنية يبقى دي جملة ايه جملة اسمية بتبدأ بالوحدة يبقى الوحدة ده يبقى مبتدأ طب لو سألت نفسي الوحدة مالها حلاقي الوحدة ايه الوحدة امر يبقى كلمة امر دي تبقى خبر ليه الوحدة يبقى امر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب الكلمة التانية هي كلمة ايه السماوية طيب اول جملة السماوية فين تدعو تدعو الي كل الشرائع السماوية الله بس تخلي بالك يا مصر الشرائع السماوية انا بوصف الشرائع بانها سماوية بوصف الشرائع بانها سماوية الله ينور عليكم وكمان بتتفق معاها في التعريف الشرائع السماوية يبقى بتتفق معاها وتوصفها يبقى كلمة دي نهت بس النهت تابع يتبع اللي قبليه او يتبع المنعود في الاعراب يبقى انا مضطرة على كلمة الشرائع طيب كل الشرائع كل بتاعت ايه 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 انا سامعك بعد كل مضاف إليه. طول ما كل مش منونة. يبقى اللي بعدها مضاف إليه. لكن لما تنون ما يجيش وراها مضاف إليه. يبقى السماوية نعت مجرور. وعلامة جره القصر. فقد نادى بها الانبياء. ايوة. نادى. مين اللي نادى? الانبياء. اما للبيها دي ايه? ده مجرد جره مجرور للقصر. يبقى مين اللي نادى? الانبياء. يبقى الانبياء دي تبقى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. الكلمة اللي بعد كده من اجل نهضة مصر. ايوة سامعك. سامعك ونت بتقول من اجل دي جره مجرور لازم يبقى بعدها مضاف إليه? لا مش شرط. مش شرط بعد دي جره مجرور يجي مضاف إليه? لكن لو كان المجرور اللي هو زي اكل كده نكرة. اه ممكن يجي وراه مضاف إليه. بقى من اجل اجل ايه? نهضة. يبقى نهضة دي تبقى مضاف إليه. ونهضة نهضة بتاعت ايه? مصر. اه مصر برضو تبقى مضاف إليه. نيجي للاستخراج. استخرج اسم مبنية. سامعك. لازم تفتكر في الاول ايه هي الاسام المبنية. الاسام المبنية اللي عليك السنة دي ست. اربعة سمسم. اربعة اسماء. اسماء اشارة. اسماء موصولة معادة المسنة. اسماء شرط. اسماء استفهام. ايوة معادة اي. وكل الدماير متصلة ومنفصلة. ومعها بعض الظروف. حيث ومنذ امس الان كله مبنية جدعان. برافو عليكم. طيب. عندي ايه? عندي ضمائر كتيرة. في السطر الاولاني يعني تدعو إليه. يعني ممكن اقول له الهاق في كلمة إليه. في السطر التاني بها اقول له الهاق في كلمة بها. في السطر التالت وهو جماعة في انطلقوه. الله يفتح عليكم. الهاق في كلمة رقيها. الله يفتح عليكم. طب ما انا ممكن اطلع له الاوضح اكتر. كمان في واو جماعة في افهموا. اه ايه الاوضح اكتر اقول له ذلك. ذلك ده اسم اشار. يبقى الاسم المبني اقول له ذلك اسم اشار. او اختار اي ضمير من الضماء اللي عدت علينا اقول اللي احنا طلعناه. طب واخر معرب. اي حاجة غير الستة هيبقى معرب. اي اسم يقبل الالف واللام يبقى معرب. يعني كلمة الوحدة اللي في اول القطعة معرب. الوطنية معرب. طواقف. ايه ان فاقول قال طواقف او طواقف مش من الستة هيبقى معرب. كلمة بينة. بينة دي ظرف. لكن ظرف مش من الاربعة اللي احنا حافظنهم. يبقى برضو بينة دي تبقى. يبقى برضو بينة دي تبقى معرب. السؤال التاني. السؤال التاني عايز نعته جملة. حدد لي نعته جملة. يبقى بدور على النكرة النكرة اللي هي الكلمة اللي مش معرفة ولا فيها ألف ولام ولا هيها علم ولا بعدها مضاف إليه النكرة اللي بعدها جملة في الصات الأولاني فين النكرة النكرة هي كلمة أمر أمر كلمة نكرة هلاقي بعدين جملة إيه تدعو إليه والجملة دي فيها ضمير عيد على هذا الأمر تدعو إليه يبقى جملة تدعو إليه دي جملة تبقى جملة نعت طفين الرابط يبقى الضمير الهائل اللي عيد على كلمة امر طب يا مستر في السطر التاني كلمة انبياء مش نكرة لا مش نكرة لن بعدها انبياء الله بعدها مضاف اليه ابناء يا مستر نفس الكلام بعدها مضاف اليه طيب في كلمات تانية نكرة اه في كلمات نكرة بس ما فيش وراءها حاجة زي كلمة مسلمين ومسيحيين اللي في السطر التاني الجملة اللي بعديها هل بتعود عليها هل بتعود على ابناء مصر يجب على ابناء مصر مسلمين ومسيحيين ان يفهموا زي الجيد اه يبقى يجب على ابناء مصر ان يفهموا لا هي يجب الفهم على ابناء مصر دي مش جملة متعلقة بالمسيحيين دي حاجة انا اخدها بعد كده دي جملة مصدر مؤول فاعل للفعل يكا يبقى ازا النعت عندي هو ايه وجملة تدعو اليه كل الشرائع عايدة على كلمة امر حالا وابين نوحها طيب الحال ايه انواعه الحال في مفرد وجملة واشي بقى جملة الاول ادور على الحال المفرد اقف على الافعال واسأل نادة كيف نادة يجب كيف يجب ينطلقوا كيف ينطلقوا اه متعاونين يبقى متعاونين دي هي الحال ونوحها حال اه نوحها حال مفرد طيب لو حبيت اقولها واخليها حال جملة اسأل حاجة حط الواو والضمير يبقى انطلقوا وهم متعاونون معطوف وبين علامة اعراض معطوف يبقى دوع على حرف العطف حرف العطف الواو ثم او طيب فصات الاولاني عندي ايه عندي فقد فقد بس الفق هنا دي فق فاصلة عندي وياجب وياجب دي بتعتف جملة وجملة عندي مسلمين ومسيحيين الله يفتح عليكم يبقى فين المعطوف بقى مسيحيين معطوف على مين على المسلمين طيب في السطر التالت عندي كمان حرف عطف اه حرف عطف بين ايه وايه بين كلمة ايه وايه بين كلمة ورقية بس ورقية دي معطوفة على مين على مصر لا من اجل النهضة والرقية بخلي بالي ان رقيةها معطوفة على كلمة ايه نهضة طيب فعل معرب بعلامة فرعية طب هي ايه الافعال المعربة اصلا الافعال المعربة هي الفعل مضارع لغير متصل بنون النسوة ونون التوكيد طب ايه الافعال المعربة بعلامة فرعية هي الافعال الخامسة طب ايه الافعال الخامسة عارفين الاغنية كل فعل مضارع اتصال بيه والجماعة يا المخطبة الافعال المعربة يرفع 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 وينصب ويجزم بحسف النون يبقى كلمة ومسحين تنفع لا دي اسامي لكن كلمة ان يفهموه فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه ايوة حسف النون لانه من الافعال الخامسة طيب بعد كده طالب مني توكيد والتوكيد اما لفظي بتكرار اللفظ احبك احبك الامر الامر لكن التوكيد المعنوي بيكون بألفاز معينة نفسه وعينه وكله وجميع وكيلة وكيلة فهلاقي هنا انبياء الله ايه كلهم كلهم بتأكد مين بتأكد انبياء الانبياء كلهم يبقى ده توكيد ونوعه توكيد معنوي اجب بما هو مطلوب حضر الوزير الان الان ده ظرف بس ظرف مش مبني على الكسر طب ايه ظرف المبنية حيث حيث ومنذ وامس والان يبقى هنبدل الان هو ظرف مبني على الفتح الان هنخلي ايه امسي ممنع الكسر نحيا وقلوبنا عامرة بالايمان نحيا وقلوبنا عامرة بالايمان اجعل الحال الجملة مفرد فين الحال هنا وقلوبنا عامرة بالايمان ها يبقى اقولها ازاي اقولها تحيا القلوب عامرة ما بتقبلش نفي في الجملة لازم يبقى جملة اثبات يبقى الجملة تبقى ايه اه نصلحها تبقى الجملة صاحب ايوة الصالحين لا الفاسدين برافو عليك صاحب الصالحين لا الفاسدين والجملة مزبتة العاملان كلاهما مخلص ما تحته خط توكيد عشان كلمة كلاهما دي تبقى توكيد لازم لما شيلهم الكلام الكلام يمشي اي تابع من التوابع اللي انت اخدتها السنة دي او البدل اللي حتاخده السنة الجاية المفروض لما تشيله من الكلام الكلام يمشي لانه زيادة فلما تقول حضرتك العاملان مخلص ينفع لما ينفعش ما ينفعش يبقى كلاهما هنا مش توكيد وما الكلاهما تبقى ايه حسن ما كان في الجملة لما تلاقي حضرتك الشكل ده اسم ضمير اسم يبقى الكلمة دي تبقى مبتدأ وده مضاف اليه وده خبر يبقى الجملة دي كلاهما تبقى مبتدأ مرفوع بالالف لانه ملحق بالمسنة وهما ضمير في محل جر ومخلص خبر مرفوع والجملة كلها خبر العالمي اتمنى ان انا كن وصلت لكم معلومة وببسيطة واتمنى لكم دايما النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة